فنان كبير ومطرب مهرجانات قدر انه يحجز مكان كبير في قلوب الناس وخصوصا المراهقين النجم مسلم منوارنا في مهرجان العالمين مبروك مشاركتك في المهرجان وحفلة لنكحة جدا احكيلي عن اجواء المهرجان واحكيلي عن انطبعاتك اول ما وصلت مدينة العالمين والله انا كنت فرحان جدا ان انا شاركت في حاجة زي دي كان نفسي في عام زمان وعني عملت جود كبير قوي في شغل ان انا اوصل كان التارجت بالنسبة لي والحالة اوصلت له وفرحتي جدا بشكل الجمهور وما كنتش متوقع رد فعلي الناس بس الحمد لله اللي كان في دماغي تلع الحمد لله هو هو اللي كان نفسي فيه فكنت مبسوط جدا باللي انا عملته ويا رب يا رب اكمل على ده واحسن ان شاء الله يعني النهاردة وقوفك على مصرح العالمين وسط الاجواء الحمسية الكبيرة والاجواء المليونة بهجة وليلة طرابية كبيرة عدوية وليسي ومجموعة كده الناس بتستناها وعندوكو لون مختلف من الغنى ناس منتظرة ده من لالي مهرجان العالمين انت كنت محضر ايه في الحفلة ولما طلعت وشفت الجمهور وانت حتى بتعمل البروفات اللي كان في دماغي كنت بتشارك في حفلة كبيرة زي ايدي انا كل اللي كان في دماغي ان انا مقاش قدام الناس او قدام جمهوري او اقول كل حاجة يعني صح زي ما انا كنت قابلة انا على فكرة انا مرحيتش نعمل بروف انا دوبك عملت بروف اغنية واحدة لان هما كانوا خلاص ابتدوا ان الناس تبقى زحمة عالدبوبات فقالوا مش عينفع انا اكتر من كده انا ما شفت الزحمة اللي حاسين بايه انا كنت خايف طبعا لان اول مرة فهم اكيد الرهب والحاجات دي بحسها اه فانا كنت بس كل ما انا وفع المصرح بركز دايما على ان انا ابقى فيه انفعال الناس معي سابت يعني انا الحمد لله بكل مخلصة هناك كنت بلاي تفعيلات